قبل ما اروح بس على خبرنا الحالي مهمة قوي بس ان احنا نستوعب حاجة بعد اذنكم يعني لما يبقى الدولة قاعدة عمالة بتشتغل بقوة بكامل مؤسستها علشان خاطر الانتاج بشكل عام والانتاج الزراعي بشكل خاص وتوفير السلع بشكل عام واتفاقات مع السلاسل ومبادرات وما الى ذلك اظن اظن يتوجب في الحالة دي انه الاسعار تنضبط طيب لما الاسعار ما تنضبطش ده معناها حاجتين ما لهمش تالت الحاجة الاولى انه بالتأكيد هناك جشع عند بعض التجار مش اقولك عند كل التجار الحاجة التانية الحاجة التانية مش عايز حد يزعل السادة الاجلاء المحافظين مش واخدين بالهم من القصة دي اه ما احنا من المسألة في عاش زعل هو الكلام ده النهاردة يعني هي المسألة متعلقة بانه النهاردة وزير التنمية المحلية يعود مع المحافظين فيتكلموا في مسألة الرقابة على الاسواق والتأكد من عدم الزيادات السعرية باكتر مما هو مش بقولك محدد لكن اكتر من اللي ما اقول تبقى للوفرة حلوة كده تمام احنا بنتكلم في الكلام ده من امتا؟ من قبل رمضان طيب في رمضان عرفنا نحكم السعر بسبب المبادرات المبادرة بتاعت كلنا واحد الى اخره ماشي؟ طيب ارجع تاني بعد رمضان الاقي الاسعار بتنط وفي محافظات بعينها بقت مشهورة بانه المحافظة دي مفيش حد عارف يسيطر عليه ده معنى انا هنا مش بقول ان المحافظ هينزل يلف على محل محل انا قلت الكلام ده لو تتذكروا من 3-4 اسابيع مش هينزل يلف على محل محل لكن دخلة المحافظة على الشارع لها هبتها فكله بيلتزم ومن غير ما نقول صباح الخير ترك المحافظ موجود موجود فجأة لا بينا ولا علينا نلاقي المحافظ داخل المحل اما ماشي في شارع اما طب هو المحافظ بس لا ما المحافظ ليه وكلاء وليه مساعدين وفي حاجة اسمها رئيس الحي كل دول كلهم في نطاقه الاداري اذا حصل كده ثق ان البيع النص نص التجر النص نص ده لا ما فيش نص نص التجر الجشع اياه اللي من بعضهم هيلتزم من امن العقوبة حصلوا ايه اساء الادب تجي تقول يا عام يوسف تاعتقد قللي المحافظين كلهم مقصرين ما قدرش اقولك كلهم مقصرين وما قدرش اوصفها بمسألة التقصير انا قدر استوعب جدا انه فيه كم شغل غير طبيعي بيحصل انا فاهم وعارف انه الاجندة اليومية مزدحمة ازدحام غير طبيعي بس فيه مراحل كده بتاعت ايه انا مع المواطن لحظة بلحظة كده عشان خطر فيه حاجات ما فيهاش هزار موضوع الاسعار في المرحلة اللي احنا فيها ما فيهوش طرف يعني ما فيش رفاهية التغاضي وما فيش رفاهية الاجندة المزدحمة فان كانت اجندة المحافظ مزدحمة فليكن وكلاء ومساعدين ونواب رؤساء احياء الاخ 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 ليه عشان دي مصلحة انا مش انا يوسف بقى انا المواطن انا المواطن اللي عاوز يحس عايز انا عندي النية انا عايز احس بالجهود المفزولة من الدولة بس ما مش مديهن لي فرصة سيبك من السلاسل الكبيرة مش ده اللي انا محتاجه دي سهلة خالص خالص اسهل حاجة في الدنيا السيطرة على الاسعار في السلاسل الكبيرة ومش دول اللي هيلعبه في الاسعار بالمناسبة يعني اللي بلعب في الاسعار اللي بقى للي تحت بيتنا وبتاع الخضر اللي على اول الشارع والفكهاني اللي عن ناصية هو ده اللي بلعب في الاسعار طيب الحاجة التانية اعمل ايه دخلت المحل لقيته بيبيع كزا بسعر مبالغ فيه مش عاوز تشتري انت حر ما هتشتريش هتلاقى حد تاني هتشتري منه انت عندك حاجات كتير فيه منافذ كتير منافذ التمويه منافذ الجيش منافذ الشرطة إلخ بس بلغ عنده انت بتسيب حقك ليه ما تسيبش حقك ولا حاجة لنا في ذلك كلام حلو؟ هنحط الرقم على الهواء طيب مجد؟ يبانك فيك ربنا طيب والله العظيم هبص اهو رقم الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك بالمناسبة الجهاز ده بيشتغل بيشتغل وبتجامد وانا حكيت لكم على مرد صديقي اللي من كم شعر كده راح اشترى كارتونة بيض لقها بسعر غريب جدا اتخض يعني اظن كان من 103 وعين ولا ايه راح عامل ايه؟ مصور الرسيد بتاع السوبر باركت او الله العظيم وده بجد اللي حصل ورح بعته على الرقم بتاع الواتساب بتاع جهاز حماية المستهلك وكتب الشكوى بتاعته تاني يوم هو يعني بيدرس في الجامعة فاحنا طبعا يعني صحابه نما نحب نزل الدكتور مراد استاذ مراد ايوه حضرتك كنت اشتريت مننا مبارح حصل خطأ في الحساب ايه خطأ الحساب يعني ايه الخطأ اللي بيطلع من الرسيد الرسيد مكتوف فيه طبق بيض السعر كذا حصل خطأ بس مشكلة كده فاحنا بس هنبعت لحدك موجود في البيت او في حد موجود ايوه فان هنبعت لك بس الفرق وبعتوله الفرق قال يعني خطأ هنمشيها بمزاجنا انه حصل خطأ لكن الامانة انه جهاز حماية المستهلك لسع المحل يبقى لو انت كنت ايجابي بما فيه الكفاية واحد المحل هتلسى تيجي تقولي وانا مستفيد ايه من لسعة المحل لا هي فلوسك هترجع لك لان لو ما رجعتش موجود جهاز بيتابع لو ما رجعتش محل هتلسى اكتر طيب على كل انا قلت واستغفر الله لي ولكم اشتركوا في القناة